لو في البداية تقييم حضرتك للوضع الأرض الوقت في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح شوف يعني احنا مش محتاجين نقيم الوضع دلوقتي لان احنا في وضع كارثي شديد كده احنا من سبعة أشهر ومستمر العدوان بيستهدف المدنيين زي محضرتك عارف المسألة لا هي مرتبطة بالبنية العسكرية لحماس ولا فكرة استعادة المحتجزين بدليل انه كل الاستهداف بيبقى للنساء والأطفال لانه هو مش عايز اجيال قادمة تطالب بالقضية او تطالب بالدولة الفلسطينية هو عايز يصفي هذه القضية الفلسطينية وعايز اقول لحضرتك انه هذا المخطط الاستيطاني التوسعي المستمر الحقيقة يعني وقف امامه حجر عثرة كبير جدا وهو الرفض المصري لفكرة تهجير الفلسطينيين او تصفية القضية الفلسطينية يمكن حضرتكم اشرته في المقدمة انه في دول مصر كبير يعني لعبته الدولة المصرية لعبته من 7 اكتوبر الحقيقة يعني لعبته من اول قضية من سنة 48 لغاية النهاردة الحقيقة مصر قدمت وما تزال كل ما تستطيع ان تبذله على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاغاثي على مستوى الدماء مصر قدمت الدماء لنصلة القضية الفلسطينية من 7 اكتوبر يمكن كان احد تجليات هذا الدور المصري التاريخي وده بالمناسبة مسئولية مصر مش بس بحكم الموقع الجغرافي ولكن ايضا بحكم التاريخ وبحكم ان مصر صاحبة الملف زي ما بقول مصر حين تتدخل في هذه القضية لا تتدخل بوصفها وسيط بين الفصائل الفلسطينية احيانا او بين الفلسطينيين والاسرائيليين ولكنها صاحبة الملف واكثر دولة دراية بتفاصيل هذا الملف علشان كده مصر اكتر دولة لها مصداقية حين تتحدث مع الفلسطينيين او مع الاسرائيليين الجهد مستمر لكن للأسف الشديد انت بتواجه بتحدي اسرائيلي كبير جدا بتواجه بصلف اسرائيلي شديد جدا بغرور اسرائيلي شديد جدا بيدعموا الحقيقة يعني استمرار الدعم الامريكي اللا محدود احنا نغاية النهاردة رغم ما يبدو في الاعلام من خلافات ما بين بايدن وما بين نتنياهو لكن الدعم مستمر لسا مبارح بايدن بيقول انا ملتزم بامن اليهود وملتزم بامن اسرائيل ده شيء عجيب جدا الحقيقة طيب انت بتبحث عن 120 ولا 130 يعني محتجز موجودين عند الفصائل الفلسطينية والاف الاسرة والاف الشهداء اللي بيسقطوا ما كفكش الخمسة وتلاتين الف اللي ساقطوا شهداء والتمانين الف مصاب اللي ساقطوا دول ما لهمش اي حساب عند الادارة الامريكية يعني احنا اللي يهمنا بس اليهود كأن دماء اليهود هي الانقى يعني ده سؤال عجيب جدا الحقيقة وسؤال بيوجه الادارة الامريكية ومش بس الادارة الامريكية للمجتمع الدولي لانه حتى المجتمع الدولي ما زال يتبنى حتى الآن بين قسين السردية الإسرائيلي بأنها تتعرض لهجمات إرهابية في حين أنه ينكر على صاحب الأرض فكرة مقاومة المحتل حتى المحتل نفسه لا يؤدي دوره يعني إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح ده ده جزء من سياسة التجويع اللي بتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار سبعة أشهر هو المنفذ الوحيد الزبط والشريال المعيسي للمحاديك أشهر وهو وحيد اللي دي من المساعدات خلي بالحضرتك يعني مصر تغلبت على ده وتغلبت على الصلف ده من خلال عمليات الإنزال الجوي يعني عمليات الإنزال الجوي في شمال القطاع ومناطق أخرى هي تغلبت على فكرة التحدي الإسرائيلي أن أنت ما تدخليش المساعدات الشاحنات اللي بتقف قدام معبر رفح الجانب المصري مفتوح على مدار السبعة أشهر لم يغلق يوماً واحداً ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأن إحنا حنفاجأ بالدعاءات وأكاذيب بأن الدولة المصرية منعت دخول المساعدات حدث من ساعة لقبل كده الزبط حصل قبل كده وحيحصل دلوقتي يقول لك دلوقتي هم بيقفلوا المعبر خايفين على نفسهم لا إحنا مش خايفين على نفسنا ولا حاجة مصر دولة كبيرة ومصر لديها كل السيناريوهات التي تستطيع أن تواجه بها هذا الصلف الإسرائيلي وبالمناسبة إسرائيل تعلم ولديها من الخبرات مع الدولة المصرية ما يجعلها تفكر أكثر من مرة قبل أن تغامر بالصدام مع مصر